السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع حلقة جديدة في برنامجنا كل يوم قصة جابر عثارات الكرام حد يعرف معنى كلمة دي؟ او حد يعرف اتقالة امتى؟ او حد يعرف اتقالة في مين؟ ومين هو جابر عثارات الكرام؟ تعالوا نشوف النهاردة مين هو جابر عثارات الكرام في قصة النهاردة كان في عهد الدولة الاموية الخلافة الاموية امارة او مدينة ساكن فيها واحد اسمه خزيمة ابن بشر خزيمة ابن بشر الراجل ده كان غني جدا وسري جدا بس في نفس الوقت كان كريم جدا الراجل ده كان بينفق انفق شديد على الفقراء والمحتاجين والمساكين وحتى اللي كان معاهم فلوس برضو من اصدقائه بس كان دايما يقف جنب الجميع كان بينفق انفق شديد خلاص فالراجل ده تعثرت تجارته وبمعنى اصح ما عادش قادر يدفع للناس وفلس ومعادش قادر يدفع اللي كان بيدفعه للناس وفلس خلاص الراجل ده طبعا روح للناس صحابه اللي كان بيروح لهم وكلام مين ده ان هم يقفوا جنبه ويساعدوا وساعدوا شهر وساعدوا شهرين وخلاص معادش حد سئل فيه طبعا زعله اكتقب جدا ودخل بيته وقفلوا عليه وامراته ومعادش حايز حاجة من حده وبأز علان جدا خلاص والي المدينة اسمه عكرمة ابن الفياد المدينة اللي موجود فيها خزيمة الوالي ده كان متجوز بنت عم خزيمة خلاص فطبعا خزيمة كان صاحبه فكان بيجيول المجلس ويجيول البيت ويجيول المكان اللي كان بيحكم منه وكانوا بتكلموا مع بعض فقعد فترة ما يشوفوش فقال لبنت عمه اللي هي امراته فين خزيمة ابن عمك معينتش بشوفه قلت له بتعورش ايه اللي حصله لا ايه اللي حصله قلت له مش اتفقر ولا بقى لا يملو القتة يومه وقاعد لوقتي مع امراته في البيت وقفل على نفسه بابه حازن جدا عكرمة اللي معقول خزيمة قالت له اه اللي كان ينفق انفاق على الفقارة قالت له اه اللي كان ينفق انفاق من لا يخشى الفقرة ابدا اه يعني كان بينفق انفاق لكنه واحد مش هيتفقر ابدا يعني عنده فلوس تقضيه جمدة جدا فحازن عكرمة ابن الفياد اللي هو الوالي ودبر حاجة في دماغه تمام جلل قام عكرمة لابس خرج متخفي وقام لابس ملسم وشه خلاص وقام رايح بيت خزيمة مخبط عليه قاله مين قاله ضيف قاله تفضل دخل جوه خلاص فساب عنده كيس قاله تفضل هذا الكيس قاله اي ده قاله هذا من مال الله قاله تب يعني قاله هذا من مال الله قاله تب انت مين قاله ما قدرش اقول لك خلاص انا جبت لك الحاجة وخلاص قاله عشان خطرة استحليفك يا بالله تقول لي انت مين قاله انا جابر عثرات الكرام قاله انا جابر عثرات الكرام وانصرف ايه مسرعا تمام فاذا بخزيمة بيفتح بقى اللي هو الكيس اللي جاله ده فتلاقى فيه اربع تلاف وخمسمائة دينار عشان بس نعرف بيسوي كامل اربع تلاف وخمسمائة دينار دول الالف دينار يعني اربع وربع كيلو دهب الالف دينار الواحد اربع وربع كيلو دهب يعني ما يقرب من سبعتاشر تمنتاشر كيلو دهب فارحة جدا الخزيمة فرح شديد وبقى انطلق الى ديون ويسددها وانطلق طبعا كان عليه ديون وكان يسلف من الناس فلوس وبعد يجيب حاجة بيته وتمام وزبط نفسه تمام ده حال خزيمة اما عكرمة لوالي في نفس الليلة وهو مروح بقى زبطته امراته قالت له كنت فين يا عكرمة قال لها كنت في مشوار او كنت في حاجة في مشوار قالت له انت كنت عند مراتك التانية قال له والله ما تجوزت عليك قالت له والله انت كنت عند مراتك التانية قال له والله ما تزوج عليك سنت خلاص شكت فيه انت كنت خرجت من اللي بقى انت رايح لمين لمراتك التانية قال له يا سنتي ما قدرش هقولك اما انك كنت خرج متلسم ليه قالت له لأ هتقول لي لانما انت متزوج يالما هتقول انت كنت فيه قال له هقولك بس استحلفك بالله ما تقوليش لحد قالت له ايه فاحكى لها القصة كلها وإن هو راح لخزيمة ودى له الفلوس قالت له عرفك قال له هل أنا كنت ملسم طب وإنت قالت له أنت مين قال له أنا جابر عثارات الكرام جابر عثارات الكرام وتمام وتمر الأيام والسنين طبعا اللي كان بيحكم الخلافة الأموية أيامها سليمان بن عبد الملك فخزيمة كان مرة راح لسليمان لأنه كان برضو بيروح لمجلس سليمان بن عبد الملك فدخل عليه مرة قال له يا خزيمة أين أنت؟ بقال له كتير ما شفناكش يعني بقال له كتير ما بنجسلين ما بنجلناش أنت كنت فين يا خزيمة فحكاله الحكاية كلها وأن هو كانت فقر وما قدرش يكمل تجارته ويكمل حكته وجاله واحد قال له اسمه إيه اللي جالك ده قال له جابر عثارات الكرام قال له معرفتوش يا خزيمة قال له والله يا سيدنا لوالي معرفته خالص مش عارفه خالص يا سيدة الخليفة مش عارفه خالص قال له ماشي بس يا لت تعرفه وتكدلنا عليه عشان نكرم هذا الرجل الطيب تمام وأنا يا خزيمة هكرمك وعينك والي على المدينة اللي انت كنت فيها وده له بعض الدنانير كهدية ليه عشان برضو يساعده أن يوقف على ورجع تاني يوقف على رجل اللي هو مين؟ سليمان بن عبد الملك اللي هو الخليفة الأموي عينه من والي على المدينة فرجع من خزيمة والي على المدينة من اللي كانوا لأيامها عكريمة تمام؟ فدخل خزيمة على عكريمة بالسك اللي هو جاي من سليمان ان هو يعزل العكريمة ويشغل ويقعد خزيمة تمام؟ فطبعا ايه فدّلوا للسك تمام؟ فما كريمة قال الحمد لله الخير كله في غضا الله الخير كله فيما أراد الله الخير فيما أراد الله تمام؟ وسلموا مقالد الحكم أم جاي خزيمة عايز يعمل جرد البيت المال جرد بيت المال المسلمين يعرف الفلوس دي جات منين؟ وتصرفت فين؟ فهو بابل الجرد اتلقى 4500 دينار نقصين من بيت مال المسلمين وما فيش سك ليهم أو ما فيش مكتوب ان هم راحوا فين فقال لي عكريمة الـ 4500 دينار ده راحوا فين؟ قال له ما قدرش هو لك راحوا فين؟ قال له خلاص تسدهم من الملك الخاص قال له ما عنديش مال خاص قال له إذن هو السجن السجن ولا يعلم خزيمة ان الـ 4500 دينار هم اللي كانوا أنقذوه لكن عكريمة لم يريد أن يقول له شيء ما قال لهش أي حاجة خالص قال له السجن يا عكريمة يا إما تجيب له 4000 وخمسمة دينار يا إما السجن فاختار عكريمة السجن ودخل عكريمة في السجن مرة الأيام والليالي في السجن على عكريمة أيام شديدة جدا وهو مكبل بالأغلال بدأت صحته تنهار وبدأ يتراجع في صحته تمام؟ وزوجته شاهدة على هذا الموقف ما قدرتش بقى تمسك نفسها خالص والرجل هيموت عكريمة هيموت خالص في السجن هيموت فيه حرام هيموت ظلما في السجن فجرت بسرعة على مين؟ على خزيمة قالت له يا خزيمة هكذا تفعل في جابر عصرات الكرام قال له إيه؟ قالت له تعمل كده في جابر عصرات الكرام وما استناش تكمل كلامها جير بسرعة على مين؟ على السجن أيقن خزيمة أنه هو وقع فيه خطأ أنه كان جابر عصرات الكرام ده كان مين؟ أي كريمة جير بسرعة عليه وقال له إيه؟ هذا يحل في مين؟ في عكريمة تمام؟ وقاموا لاتنين سليمانى بن عبد الملك فقال له خزيمة من أن تسألنا عن جابر عصرات الكرام هذا هو جابر عصرات الكرام اللي هو مين؟ اللي هو عكريمة بن الفياد وحكاله القصة كلها طبعا سلاهيمان ابن عبد الملك اتبسط جدا وسره منين من النوع عكريمة ان كان عمل الفعل التاعه ده وامر لهم او امر ان هو عكريمة يرجع تاني خليفة يرجع تاني خليفة او يرجع تاني والي للمدينة اللي كان فيها خلاص يرجع والي واداله كمان عشر تلاف دينار فقال له انا عايز احكم مع خزيمة او خزيمة يعني مش عايز خزيمة يمشي قال خلاص حكومة سوية حكموا البلد الاتنين سوى لحد ما ماتوا لحد ما ماتوا من صار بين الناس جابرا للخواطر ادركه الله وهو في قلب المخاطر من صار بين الناس جابرا للخواطر ادركه الله ولوه في قلب المخاطر عندما كان خزيمة تعرض للظلم او تعرض للفلاس او تعرض لكده انقذه عكرمة اللي هو جابر لعثارات الكرام وعندما علم خزيمة بما حدث لا عكرمة جريع لانقذه عكرمة لان عكرمة انقذه جابر خاطره جابر خاطر الفقراء والمساكين انقذه خزيمة من الفقر وجابر خاطر خزيمة انقذ عكرمة من السجن هي دي الحكمة من قصة النهاردة هي دي الحكمة من قصة النهاردة احنا بنقولش تعبير رنانة ما بنقولش كلام كبير ومجعلص وكده لا احنا بنقول انت لو قدرت تجبر خاطر اي حد اي مكان خلي بالك ان ده هيتردلك وهينقذك من حاجة سيئة او حاجة ممكن توديك الى المهالك حتى في الدنيا ممكن تنقذك في الدنيا قبل الاخرى لو انت قدرت تجبر خاطر اي حد ما تتأخرش ما تتأخرش عن جابر خاطر اي حد خلاص كان في واحدة فقيرة جرت ست فست بتقول ابنها رحت لنا حاجة من شوية ملح من جرتنا فقال لها يا ماما احنا عندنا ملح قاية لقى يا حبيبي هتلهم ملح من عندهم عشان يبقى احنا بناخد حاجة من عندهم فهم يقدروا ياخدوا من عندنا اي حاجة هم عايزينها بتجبر خاطرهم بتجبر خاطرهم انتوا اه احنا خدنا من عندكم احنا محتاجين لكم احنا كمان زي ما انتم محتاجين لنا احنا محتاجين لكم خلاص في شوية ملح في شوية ملح ده غار عشان جار يرجع تاني ياخد اللي هو عايزه مني جبر الخاطر من صار بين الناس جابرا للخواطر ادركه الله ولو في قلب المخاطر دي كانت عبرة النهاردة وقصة النهاردة نتمنى انها تنول اعجابكم ويا ريت لو شفتوا الفيديو تعملوا لايك وتعملوا اي حد شفنا جديد يعمل اشتراك في القناة ويفعل الجرس حين يوصل له اي جديد ولو انت عايز اي محتوى وان شاء الله يبقى في المحتوىات تانية جديدة بإذن الله في القناة اكتب لنا في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته